تجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي في بغداد الرصافة 232 وفي بغداد الكرخ 193 وفي بغداد مدينة الطب 110 إصابات وفي النجف الأشرف 50 إصابة وفي البصرة 55 وفي السليمانية 85 وفي أربيل 15 إصابة وفي دهوك إصابتان وفي كربلاء المقدسة 47 وفي واسط 107 إصابات وفي كاركوك 13 إصابة وفي ديالة 18 إصابة وفي بابل 31 وفي ميسان 82 وفي الديوانية 3 إصابات وفي ذيقار 38 وفي المثنى 13 إصابة وفي صلاح الدين 17 إصابة وفي نينوى 4 إصابات ترجمة نانسي قنقر